السلام عليكم ورحبا بكم في النشرة الجوية اللي قدموها لكم من قناة النهار أول قناة إخبارية في الجزائر على العموم بغدوان شاء الله سيكون شباب على الولايات الشمالية حتى الولايات الجنوبية للوطن إذا نجواء ربعية حتى درجة الحرارة يتعرف ارتفاع طفيف مقاننة بليامة لفاتو قبل ما شوفوا التفاصيل المشاهدين شوفوا صورة القمر الإصطناعي تضحنا في الصورة سحب عابرة على الولايات الداخلية حتى على الولايات الجنوبية للوطن فيما يخص الريح الريح قدموها شاء الله سيكون معتدل على الولايات الشمالية الحق سرعة تاوي إلى حوالي 30 كم في الساعة المناطق والولايات الجنوبية الحق سرعة الرياح إلى حوالي 40 كم في ساعة توادي للزوابع رملية وتطير للرمال محليا قدموها شاء الله مع الصباح ومع الفجر على وموم الحال سيكون شباب تكون إشراقات وشميسة حتميز غلب الولايات الشمالية للوطن ساعة لساعة يتغييم الحال بسحب رح تكون بلا فعالية بالجنوب على العموم لحالة أن يكون شبابه مشميس وشميس احتميز أغلب الولايات الجنوبية للوطن لكن ساعة لساعة رح يتغييم الحال بسحب دائما رح تكون بلا فعالية أيضا زوابع رملية رح تنشط على الجنوب الغربي ومنطقة الصورة أقصى الجنوب على مرتفعات الأهقار والتسليلين نتيجة رياح كما قلت لكم تلحق إلى حوالي 40 كم في الساعة شوفوا درجات الحرارة غضوة صباح إن شاء الله هم عالف جيرك فش ونحة الحق حتى الحقي لا حوالي حتى درجات الحرارة يتعرف ارتفاع طافيف حتى الحقي لا حوالي درجة واحدة تحت الصفر هذا كأدنى مقياس على باتنا وخنشلة خمس درجات على الغوات حتى على تيار تولجل فدرجة واحدة على البيض نعامة ومشرية نرتقي بحوالي 12 درجة هنا بالعاصمة تيبازال بليدا وبومرداز حتى على وهران ومستغان في حدود 9 درجات على جيجل عن نبا وسكيكدا 6 درجات بقلمة حتى على تلمسان ومعسكر بالجنوب نحن نسجل إن شاء الله حوالي 14 درجة بعين صالح 8 درجات بيتين دوف 6 درجات ببشر 10 درجات بكل من أضرار إليزي وجانت 9 درجات على تاماناست في حدود 7 درجات على غردية وورقلات 13 درجة بأقصى الجنوب الجزائري هذا على برج بجي مختار وعين قزام وغضوا العشاء إن شاء الله على العموم تاني الحال رح يكون شباب أصافي وشميسة حتميزة غلب الولايات الشمالية للوطن كما نشوفو في الصورة هذه الصحب ساعة لساعة تتركل لكن هذه الصحب دايما تبقى بلا فعالية بالجنوب كما نشوفو تاني على العموم إن شاء الله الحال رح يكون مشميسة على ساعة يتغييم الحال هذا كما نشوفو بصحب دايما كما قلت لكم رح تكون بلا فعالية على العموم إن شاء الله غضوا إن شاء الله للحالة سيكون شباب هذا على أغلب الولايات الشمالية حتى الولايات الجنوبية للوطن زوابع رمضية تبقى دايما تنشط على الجنوب الجزائري فيما يخص درجة الحرارة القصوى نحن سجلها أغدو إن شاء الله درجة الحرارة القصوى أي تعرف ارتفاع طفيف يعني الحرارة ودافة موش برد بزاف كما ديما تليفات ويتلحق إلى حوالي 20 درجة على العاصمة بازال بليدة حتى على بومردس 21 درجة على جيجل عن نبا واسكيك دا وهران ومست غانم 19 درجة بيتيزي وزو 20 درجة على تلمسان مع سكر قلمة وسوق هراس 14 درجة بكل من سطيف قسنطينة باتنا خنشلة البيض نعامة ومشريا بالجنوب نرتقي بحوالي 27 درجة على عين صالح 23 درجة بيتين دوف 18 درجة بيبشر 24 درجة بكل من إليزي وجانت 22 درجة هذه على منطقة تامناست وفي حدود 28 درجة بأقصى الجنوب الجزائري كما نشوفه كأعلى مقياس هذا على برج باجي مختار وعين قزام للصيادة والبحارانق لكم البحارة على السواحل غربية والوسطة وإن شاء الله رح يكون شوية مضطرب另外ح فيه رح تكون من جنوبية غربية إلى غربية تلحق سرعتها إلى حوالي 50 كم في الساعة على السواحل الشرقية للوطن البحار رح يكون شوية مضطرب كما توجهنا نحو السواحل الشرقية البحار رح يكون مضطرب أكتر رح فى رح تكون من غربية إلى شمالية غربية تلحق سرعتها إلى حوالي 30 كم في الساعة فيما يخص الرؤية الرؤية إن شاء الله على الطولة شيء سحي اللي رح تكون حسنة ارتفع الأمواج ما يتعداش المترين هذا على السواحي الغربية حتى على السواحي الوسطى والشرقية للوطن قبل ما نختمون شرطنا الجوية مشاهدين نشوفوا حالة تقص قدوها إن شاء الله كفش حيكون الحال في ولاية المدية على العموم قدوها إن شاء الله هنهار السفت الحال حيكون شوية مغيم ساعة ساعة طل شميسة في حين هالحد إن شاء الله الحال حيكون شباب وتكون شميسة هذا هالحد إن شاء الله فيما يخص درجة الحال تلحق ما بين درجتين إلى أربع درجات مع صباح وما بين 13 درجة إلى 14 درجة هذا معلشية نسبة الرطوبة فيها تلحق إلى حوالي 55% أما ريح فيها متعداش 30 كم في الساعة نختم مشاهدين نشرتنا الجوية كالعادة بورقة المعلومات الفلكية التي توضحنا غروب الشمس حتى شروق الشمس التي تخص جزائي العاصمة وبعض من ولايات الوطن شروق إن شاء الله بجزائي العاصمة غضوة إن شاء الله سيكون في حدود ساعة السابعة و 48 دقيقة أما الغروب سيكون في حدود ساعة السادسة مساء و 15 دقيقة شكركم على المتابعات طب توقاتكم وإلى اللقاء